السلام عليكم احباب ازول في الله وان شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية معاكم لطفي اليوم حنواصل مع بعضنا قضية عدل وين وصلت قضية عدل ثلاثة حكينا على الفيديو واذا قلنا لسانك جوية حابوا يطلقوا هذه المنصة والمنصة هذه كفوضة كبيرة لانو حل وقفل وبعد اخر وكاد اخر لوطة كبيرة والشعب على كل حال يعرفها اخر مني بل في خطرة لكن بعد وش صار من بعد هل تعادلت الامور في اليوم التاني كما وعدوهم بها ولا لا الناس ما زلت تشكي يقولك وما تحلش المشكلة الناس قالك سنينة سنينة والو ناس حاصلة الناس اللي تشهد طبعا مش نيانا جيبك هاديكم شايفينها كل في الليريزو وعايشينها وتشفتوا جيرانكم وكادا الناس كل تشكي الشي اللي محيرني يا خوتي انا الاولا هو قضية الاعلام كي يخرج بيقولك ان ريوسيت ها نجاح تام الاعلام روي سوق في فكرة من اللي نشهت العملية فتقوله انجاز كبير وينه الانجاز انجاز انك تكتب اسمك في بلاتفورم هاتها انجاز كبير وهذا دليل على التطور يا ولدي رك تكتب اسمك وكل جات حتى صلحت معليش والله هنقوله انجاز مكانش مصلحاتش علاه تكتبوا على ناس واصلا الشعب قاعد يشوف حكس تماما انا بغي تغيني فهم حاجة علاه تديرونا قاعد السيد ماكوش بيت اعطونا ما تعطوناش خلاص ما تديروش خلاص شاي هالي شاي ما فهمناش والله العظيم ما فهمناش متسعة تعليل حتى الفجر والله ما تفوت لك حاجة علاه والحاجة الاخرى ليه تحيرني يا خوتي للمسؤولين تيعنا مازال ما فهموهاش هل خرج مسؤول وهضر لا ام خرجوا بيان خرجوا بيان ورقة الناس يباتت لبرة علاه ما يخرش واحد ويقيم المواطن ما زالوا ما يحسوش باللي المواطن مسكين تلمون فاقد الامل تعطيه بصيص بارك امل تعطيه معلومة صغيرة مسكينة ويبات لبرة شوفوا هاد الام كيفاه كيفاح ناس عبر الصغر انا مغبنا زيد الوزير شوفينا السهر وحي شوفينا كان دايني الاه داهم ربي مغبنا من البارح انا برا انا ندوره حتى الان علاه ما زالكو ما تحسوش بالمواطن مسكين ولا ديت راس تيعو علاه ما يخرش مسؤول ويقولهم يا جماعة والله عندكم الحق والسمحنة علاه يعدي تقفت الاعتدار وتحمل مسؤولية معدناش اندرك يا خبتي اوني لو سات ما شفت حتى مسؤول خرج يتكلم واعترف وقال السمحنة خطك بيتناكم البرة ودرنا هاد الفوضى والسمحنة رانا غلطنا ولا كانت نيتنا صافية لك والو ما يقيموش المواطن هاده النقطة المهمة علاه ما تقيموش المواطن علاه ما تريسبيكتيوش الشعبه وعلا ما تحترموش علاه علاه تحبو الظل وشعبه علاه علاه تحل سيت متاع انسكريبسيون متساعة تعليل لتلاثة عصباح اسمع الناس فارغة شغولهم والشي الغريب يا خبتي انه بالنسبة لهم عاد نورمال اي ماشية وكل شو وسجلنا ثلاثة الاف ولا ربعة مئة الف صعيون علاه تتخلق في الابانيك لا توفا بيان كيفاه توفا بيان كيفاه تحب تكذب عن الناس هاده كل البرة تقدر تكذب في نشرة الاخبار ودرنا انجازات وعدد الشركات ولا ما تبانيش في نصش كوني حيفيريفي لكن لما شعب كامل يعيش هاده المأساة ويشوف الفوضى وبعده قد يجي تقوله توفا بيان شعب ما يملكش ناس كل شافت ناس كل خرجت في السيبر كافية وبدت البرة وانتا تقولهم لا رهم ماركاو توفا بيان سيت تخلق فوضى سيت تخلق فوضى اخرى سوء تسيير وسوء المعاملة كان سوء تسيير ما عارفوش يديروا لسيت ما عارفوش كيفاه يتلقوه ما عارفوش كهدا جاهة وكان سوء المعاملة مع الناس ما يعارفوش يهدروا مع المواطن ما يعارفوش يطمأنوه ما يعارفوش يقولوله صح غلطنا ما يعارفوش يقولوله لا انتك خاطئ احنا نورمال ما ما نوصلكش لهذا التمرميد ما يعارفوش وزيد يقدبوا عليه يخليه والمواطن ما عودش يمنهم عليك راحت الثيقة هم يقدبوا ما كانش منهم هدروا وكده ديما تخلي الحالة في الفلو وهذا من بين المشاكل الاساسية في بلادنا يا غا الفلو تعال السلطة والمعلومة اللي ما تمرش والكلام المقطوع في اي شي تبقى الهضرة والدعايات وكل واحد اول هالاي شي والمسؤول رو متخبي وين هو ما عم بناش كاش من بعد ديامات كيلقى سوليسون يخرج لنا ببيان على كل حال يا رب يجيب الخير ان شاء الله ونتتمنى انو هاد المهزة لا تعاد ثلاثة الدماري في احسن احوال في ديامات الجاية اخيرا نقارب من البارح متل اذا تعصبها كما وعد الوزير ورا ننتبه في الاجراءات نقطة بنقطة بس حد الان ما بنواله